سيد سمير الآن اليوم هناك 7 مليون وماتين خلف ناخب في تونس موزعين على 26 مرشح للانتخابات الرئاسية لأي مدى سيشكل هذا العدد الكبير سببا لتشتت الأصوات في العمليات الانتخابية المقبلة هو صحيح أن العدد 26 عدد كثير وهذا ربما اندل على شيء يدل على رغبة التونسيين في المشاركة والمساهمة في تطوير الحياة الديمقراطية الحياة السياسية في تونس هناك ضوابط الترشح من توفرت فيه الضوابط من حقه أن يترشح الباب مفتوح الجميع وهذا من أهم شروط الديمقراطية أن يكون المواطنون لهم نفس الفرص جميعا وبعد ذلك الذي عنده إمكانية مادية وقدرة وبرنامج واضح ربما سيكون هو الأخدر على التجاوز 26 يعني بتقديري لن يساهم ولن يكون سببا في تشتيت الأصوات عنا حوالي 8 مليون تونسي يحق لهم التصويت يعني 750 ألف شخص أكيد لن يشارك الجميع ولكن هناك إمكانية إلى أن يشارك عدد لا بأس بها قد يتجاوز 50 أو 60% وهي النسبة مهمة ومرتفعة جدا هناك مترشحون معروفون منذ زمن حتى قبل أن يقع ترشيحهم عبدالكيم الزبيدي وزير الدفاع مرشح حزمين داتونس عبدالفتاح مورو في سبيل الحديث عن المرشحين من هم المرشحين الأوفر حظا للفاوض هذا ما أذكره الآن يعني عبدالفتاح مورو كذلك مرشح حركة النهضة له حضوظ وافرة للمرور للدورة الأول محمد عبو مؤسس التيار وكان ضمن التيار ما يسمى بطيار الثورة كذلك له حضوظ للمرور للدور الأول الثاني هناك حتى نفسه نبيل القروي وإن كان مسجونا إلا أنه له حضوظه وكذلك في المرور للدور الثاني كيف يمكن لنبيل القروي وهو قابع في السجن أن يقوم بحملةه للإنسابية هو بحملة لن يقوم المرشح له يعني ستاف كامل فريق كامل يسنده يقوم بحملته ورأينا اليوم لهاية العلمة المستقل الانتخابات لم تستثني هذا الشخص بما يعني أنه موجود في السباق وأن لديه من سيقوم بحملته يوسف شهد كذلك رئيس الحكومة هو كذلك من ضمن الشخصيات التي لها حضوظ كبرى وافرة المرور للدور الثاني إذن هناك شخصيات والتونسيون لن يتشتتوا بين 26 ستكون خياراته بين هؤلاء الأربعة والخمسة الأكثر ولا أقل